السلام عليكم دي باربع حبات من الكوسة حجمهم متوسط هنبدأ دلوقتي نجهز الكوسة للحشو بطريقة العادية خالص ان احنا نقور الكوسة ونبدأ نشتغل فيها بنقور الكوسة خالص بالشكل ده ما بنسبش فيها اي حاجة من جوه اه ودلوقتي هعمل بقى الكمية بنفس الطريقة خلاص كده انا خلصت الاربع كوسات وطبعا القلب بتاع الكوسة ده بنعمل به وصفات كتير قوي هتلاقوها عندك في القناة اه هجيب بقى دلوقتي المقورة اللي بشكل ده وهبدأ اعمل خطوط كده علشان خلي الكوسة شكلها حلو بتكون معانا بالشكل ده وبرضو هعمل بقى الكمية بنفس الطريقة دلوقتي بقى هنبدأ نجهز الحشوة الحشوة معانا عبارة عن باقدونس بصل وكمان طماطم وجبنة اي نوع جبنة انتو بتحبوه اه انا هستعمل هنا جبنة مربعات ممكن تستعملوا جبنة قريش او جبنة فيتا او اي نوع انتو بتفضلوه انا قطعت البصلة قطعة صغيرة استعملت بصلة صغيرة قوي وقطعت نص الطماطمية بس اه وطبعا انا مقطع الباقدونس ومجهزة هجيب بقى دلوقتي طبق وهبدأ احط فيه الجبنة انا هنا هستعمل جبنة مربعات الجبنة دي جميلة جدا وطبعا زي ما قلتلكو اي نوع جبنة هيكون كويس ولو حطيته جبنة اهريش برضو هتبقى حلوة قوي دلوقتي بعد ما حطيت الجبنة ههرسها كويس كده بالشوكة وهبدأ احط عليها بقى الاضافات التانية هنحط البصل متقطع قطعة صغيرة وكمان طماطم متقطع قطعة صغيرة اه وشوية بسيط كده من الباقدونس الكميات على حسب حجم الكوسة او كمية الكوسة اللي هتحشوها واحط بقى دلوقتي رشة بسيطة جدا من الملح وكمان هحط رشة بسيطة برضو من الزعتر دقة الزعتر اه وهقلبهم مع بعض بالشكل ده طبعا الحشوة دي هتكون كتير على الكوسة احنا كده بنحطر صلطة جبنة اه ممكن ان احنا ناكلها جنب الكوسة اه وكمان حسيت كده ان احنا ممكن نحط رشة بسيطة من السماء الاضافات دي حسب الرغبة الاساسي معانا في الحشوة جبنة وبصل وبقى دونس وطماطم هنقلب بقى دلوقتي الحاجات دي كلها مع بعض وهنبدأ دلوقتي نحشي الكوسة بالطريقة العادية خالص هنحشيها بالطريقة دي كده نحط من طرف المعلقة من فوق وبظهر المعلقة ننزل كده الحشوة علشان تنزل تحت وخلاص كده بتكون جاهزة معانا اول واحدة من الكوسة وعملت حبات الكوسة التانية بنفس الطريقة وطبعا اتبقى معانا شوية من الحشوة الحشوة دي جميلة جدا ممكن نحطها للفطار كده او نعملها سندوتشات للاولاد بتكون جميلة قوي يلا بينا بقى نشوف احنا هنطبخ الكوسة دي ازاي انا هجيب دلوقتي سنية تدخل الفرن واحط فيها حوالي معلقتين كبار من زيت الزاتون وهبدأ دلوقتي اه ادهن الكوسة بالطريقة دي كده خلاص كده انا تقريبا دهنت الكوسة كلها بزيت الزاتون اه واحط عليها دلوقتي من فوق كده رشة بسيطة من الملح عندكو حل من حاجتين يا جماعة يا اما تدخلوها الفرن او ان انتو تحطوها في طاصة كده اه على نار هادية وتغطوا عليها وتسيبوها لغاية لما تستوي على حسب ما انتو عايزين انا بصراحة غطتها كده بورقة زبدة وحطيت عليها ورق فويل اه وكنت مشغالة الفرن علشان يسخن شوية وبعد كده دخلتها الفرن بس يكون الفرن سخن كويس قبلها اه يكون الفرن سخن يا جماعة ما تدخلوهش على الفرن بارد ندخلها كده لمدة عشر دقايق وبعد كده بنشيل آآ ورقة الزبدة وورقة الفويل ونحطها تحت الشوية تتحمر معانا بالشكل ده يعني هي مش بتاخد وقت ابدا يا اما تعملوها بالطريقة دي كده في الفرن وتحمروشها تحت الشوية او تعملوها في الطاصة زي ما انتو عايزين وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده وحطيت على الوش شوية من زيت الزتون ده علشان اخد الدهون بتاعة الوجبة ممكن ما تحطوه زيت زيتون بالنسبة للضيت العادي آآ وحطيت كده رشة بسيطة من البقدونس وخلاص كده جاهزة معانا محش الكوسة شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي وعلى فكرة مستوية وطعمها اكتر من رائع جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكو اوي وكده قدمت ليكم محش الكوسة او الكوسة المحشية من غير لحمة من غير فرايخ من غير رز ولا قرنبيت ولا اي نشويات مناسبة للضيت العادي والكيتو دايت كل انواع الضيت وكمان لمرضى السكري ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالفهانة وعافية